في الأسواق ذات التنافس العالي يجب على كل الإدارات أن تركز على كسب اختيار العميل يقول جاك ويلش الرئيس التنفيذ المرموق لشركة جنرال إلكتريك لموظفيه إن الشركات لا تستطيع أن تمنح الأمان الوظيفي العملاء فقط يستطيعون ذلك إنه يجعل موظفيه على وعي تام بأثرهم على رضى العملاء والمحافظة عليهم بصرف النظر عن إداراتهم إداراتهم معنى ذلك إذا لم تفكر في العميل فإنك لا تفكر شكل 1-2 تقدير أي من إدارات الشركة تفكر في العميل ذات عقلية تميل إلى العميل إدارة البحوث والتطوير Research and Development يقضون بعض الوقت في مقابلة العملاء والاستماع إلى مشكلاتهم يرحبون بمشاركة إدارة التسويق والإنتاج والإدارات الأخرى في أي مشروع جديد يدرسون منتجات المنافسين ويسعون إلى حلول الشركات الأرفع منزلة Best of Class يستقطبون رضو دفع للعملاء ومقترحاتهم أثناء تقدم المشروع يطورون المنتج ويحسنونه باستمرار اعتمادا على التقنية الراجعة من السوق إدارة المشتريات يبحثون بطريقة إيجابية عن أحسن الموردين بدلا من الاختيار من بين الذين يروجون لأعمالهم يقيمون علاقات طويلة المدى مع قل من الموردين أصحاب الجودة العالية ويمكن الاعتماد عليهم لا يساومون الجودة بالتوفير في السعر إدارة الإنتاج يدعون العملاء لزيارة مباني المصنع أو الشركة ويقومون بجولة فيها يقومون بالزيارات إلى مباني أو مصانع العملاء ليروا كيف يستعملون منتجات الشركة يقومون بالعمل الإضافي تطوعا عندما يكون تنفيذ جدول تسليم الموعود ضروريا يبحثون باستمرار عن إنتاج السلع بطرق أسرع أو بأقل تكلفة يقومون بتطوير جودة المنتج باستمرار هدفهم في ذلك خلوه من أي أغطال يلبون طلبات العميل في تصميم المنتج وفق متطلبات العميل كلما كان ذلك مربحا للشركة إدارة التسويق يقومون بدراسة احتياجات ورغبات العميل في أجزاء من السوق محددة جيدا يبدلون جهدا تسويقيا بالنسبة للربح المحتمل على المدى البعيد لأجزاء السوق المستهدفة يفكرون في عروض مربحة لكل جسد المستهدف يقومون بقياس صورة الشركة ورغبات العميل باستمرار يجمعون ويقيمون باستمرار الأفكار عن المنتجات الجديدة وتحسينها وعن الخدمات لتلبية احتياجات العملاء يؤثرون على كل إدارة الشركة وموظفها لتركز تفكيرها وممارستها للعميل إدارة المبيعات لديهم معلومات متخصصة عن الصناعات التي تخدم العميل يحاولون إعطاء العميل أحسن حل لمشكلاته يعدون بما يمكنهم تنفيذه فقط ينقلون احتياجات العملاء وأفكارهم إلى الجهات المعنية بتطوير المنتج يخدمون نفس العملاء لوقت طويل الإدارة اللوجيستية إدارة الخدمات يضعون مستويات عالية لوقت توصيل الخدمة ويحققون هذا المستوى بثبات يديرون بمعرفة وود إدارة خدمات العملاء التي يمكنها الإجابة على أسئلة العملاء والتعامل مع شكواهم وحل المشكلات بطريقة مرضية ووقت ملائم إدارة المحاسبة يعدون تقارير ربحية بطريقة دورية حسب المنتج وأجزاء السوق والمساحة الجغرافية أقاليم ومناطق البيع وحجم الطلبيات والقنوات والعملاء والأفراد يعدون الفواتير وفق احتياجات العميل ويجيبون على استفساراته بلا باقة وسرعة الإدارة المالية يفهمون ويدعمون منصرفات التسويق مثل الإعلان عن صورة الشركة الدهنية التي تأكس الاستثمارات التسويقية التي تحقق على المدى البعيد تفضيل العميل وولائه للشركة يفضلون الصفقات المادية لتوافق المتطلبات العملاء المالية يتخذون قرارات سريعة بخصوص أحقية العميل للإعتمان والقرود إدارة العلاقات العامة ينشرون الأخبار الطيبة عن الشركة ويحجبون الأخبار السيئة يدافعون عن العميل الداخلي والجمهور من أجل سياسات وممارسات أفضل للشركة موظفون آخرون يتعاملون مع العملاء يكونون مقتدرين وعلبقين وبشوشين ولهم إصداقية ويمكن الاعتماد عليهم ويستجبون للعملاء نحتاج إلى أن نفرق بين ثلاثة مستويات في الأداء التسويقي والتي يمكن أن نسميها التسويق الاستجابي Responsive Marketing والتسويق الاستباقي Anticipative Marketing والتسويق الذي يحتاج إلى إعادة تشكيل الاحتياج Need Shopping Marketing التسويق الاستجابي Responsive Marketing يعرف التسويق بأنه عملية اكتشاف الاحتياجات وسدها Finding and Feeling Needs هذا شكل ممدوح من أشكال التسويق عندما تكون هناك حاجة حقيقية واضحة وعندما تحددها بعض الشركات وتعد حلولا معقولة إن اكتشاف حاجة النساء إلى استغراق وقت قليل في الطبخ والغسيل قاد إلى اختراع الغسالة الحديثة والنشافة وغاسلة الصحون وفرن الميكرويف اليوم يستطيع الكثيرون الذين يريدون الإقلاع عن التدخين أن يجدوا عدة معالجات لذلك معظم التسويق اليوم هو تسويق استجابي التسويق الاستباقي Anticipative Marketing إنه عمل فد آخر أن تعرف احتياجات ناشئة حديثة أو خفية عندما تظهرت جودة المياه في العديد من الأماكن استبق إيفيان وبيريي معرفة تنامي سوق مياه الشرب المعبئة في قارولات وعندما تعرفت شركات الصيدلة على تنامي التوتر والقلق في مجتمع المدن العصري بدأ العديد منها إجراء بحوث لصنع أدوية مضادة للتوتر التسويق الاستباقي تشوبه مخاطر أكثر من التسويق الاستجابي لأن الشركات قد تدخل السوق مبكرا أو مؤخرا أكثر من اللازم أو أن تكون مخطئة كليا في اعتقادها في نمو مثل هذه السوق التسويق الذي يحتاج إلى إعادة تشكيل الاحتياج يحدث أجراء مستوى للتسويق عندما تقوم الشركة بعرض منتج أو خدمة لم يطلبها أو حتى فكر فيها أحد لم يطلب أحد في القمسينات مسجل سوني المحمول أو مسجل سوني بيتا ماكس أو قرص سوني 3.5 بوصة لكن سوني رغم ذلك وبقيادة صاحبها ورئيسها العملاق آكيو موريتا قدمت تلك المنتجات ومنتجات أخرى كثيرة التي أصبحت منذ ذلك الوقت سلع المطلوبة باستمرار قام موريتا بتلخيص فلسفته التسويقية في هذه الكلمات أنا لا أخدم الأسواق أنا أنشئها ربما يكون أحسن تلخيص للفرق بين المسويقين المستجيبين وأولئك الذين يستبيقون أو الذين يشكلون الاحتياجات أنه مثل الفرق بين الشركة التي يقودها السوق Market Driving Company والشركة التي تقود السوق Market Driving Company أغلب الشركات يقودها السوق على أحسن الفروض وهو في حد ذاته تقدم على الشركة التي يقودها المنتج تركز الشركات التي يقودها السوق على إجراء البحوت من العملاء الحاليين لتحديد مشاكلهم وجمع أفكار جديدة وليختبروا تحسينات المنتج المقترحة والتغييرات في مزيج التسويق ينتج عن مجهوداتهم تحسينات متصاعدة وليس اختراعات جذرية وعلى الصعيد الآخر نجد أن الشركات التي تقود السوق ترفع مستوى نظرنا وحضارتنا مثل هذه الشركات تخلق أسواق جديدة أو تطور تجمعات أو تغير قوانين اللعبة إنها تقدم منتجات جديدة هامة وخدمات وأشكال العمل التجاري كما تنشئ نقاط أسعار جديدة وتنشئ قنوات جديدة هامة وخدمات وأشكال العمل التجاري كما تنشئ نقاط أسعار جديدة وتنشئ قنوات جديدة وترفع الخدمة إلى مستوى لا يصدق من بين المصانع والشركات التي تقود السوق CNN و Club Med و Federal Express وال Body Shop و IKEA و Benetton و Charles Schwab كما تظهر شركات معينة متمكنة توجها يقود السوق مثل DuPont و Sony و Gillette و Hewlett و Packard و Chetrapac و 3M ما هي سعة السوق الذي يمكن أن تخدمه شركة ربحية أحد القرارات الهامة التي يجب أن تتخذه الشركة معه هو كيف تعامل السوق بتناسق من ناحية قصوة نقول التسويق للعامة Mass Marketing حيث تعرض الشركة منتجا أو خدمة نمطية لكل السوق هكذا تريد شركة كوكاكولا أن يكون مشروبها المشهور في متناول يد أي شخص وتفترض شركة كوكاك أن صندوقها الأصغر المشهور وبداخله الفيلم سيغضي أي شخص يخطط للالتقاط الصور وعلى مستوى أقل فخامة نجد شركات تمارس سياسة التسويق المستهدف Target Marketing إنها تصمم المنتجات والخدمات لجزء واحد أو أكثر من السوق بدلا من تصميمها لكل السوق تهدف دايملر بينز إلى بيه عرباتها الميرسيدس ليس لكل السوق ولكنها للمشترين الأثرياء الذين يريدون سيارة هندسةها جيدة وفخمة لقد سمم بروكتور وغامبل شامبو هيدن شولدرز خصيصا للأشخاص الذين يريدون استيطر على مشكلة قشرة الرأس أدنى مستوى جزئي للتسويق هو التسويق وفق مستوى العميل Customer Level Marketing وتمارسه شركات تركز وتؤقلم عروضها أو اتصالاتها لتناسب كل عميل على حدة الشخص الذي يبني المنازل حسب طلب العميل مثلا يجلس مع كل عميل ليصمم المنزل الذي يريده هو أو تريده هي إن شركة BMW للسيارات لها موقعا على الويب ويب سايت يستطيع فيه كل مشتر محتمل أن يصمم الملامح الشخصية التي يريدها أو تريدها في سيارة BMW يمثل كل مستوى للتسويق مجموعة من الفروض والمخاطر سنستعرض في ميالي طريقة العمل وتابعات كل منها التسويق الجماعي Mass Marketing أعلنت الثورة الصناعية قدرة المصانع على الإنتاج الجماعي والتوزيع الجماعي والإعلان الجماعي للمنتجات العامة مثل الصابون ومعجون الأسنان والمشروفات والأطعمة رغم أن العديد من تلك المنتجات كانت تباع أصلا بالجملة إلا أن عجدا متزايدا منها أصبح يعبئ ويحمل علامات تجارية إن المنتجين يستعملون الإعلان الجماعي قبل البيع للعملاء ليطلبوا علاماتهم التجارية سلعهم وبالتالي يكون لدى تجار التجزئة مخزون منها كما يقدم المنتجون حوافز مثل الترويج التجاري إلى تجار التجزئة ليحملوا علاماتهم التجارية وعرضوها في أماكن بارزة وهكذا بالإعلان المكثف عن علاماتهم التجارية جذب بول وتحفيز البائعين مرة أخرى لعرض علاماتهم وحملها بوش يضمن المنتجون علامات التجارية الرائدة موقعا قويا في المحلات التجارية وفي أدهان المتسوقين يتنبأ بعض النقاد اليوم بسقوط الإعلان الجماعي حجته في ذلك أن السوق الجماعي بدأ يضمحل وتحل محله قطاعات من العملاء صغيرة وأكثر عددا ولكل منها أدواق ومتطلبات أكثر تحديدا مطالبين بزيادة التسويق المستهدف Targeted Marketing ويقولون إن ميزانيات التسويق اليوم لا تستطيع دعم التكاليف العالية لتقديم علامة تجارية جماعية والإعلان عنها خاصة إذا كانت علامة تعني أنا أيضا إضافة إلى ذلك يقولون إن تجزئت وسائل الإعلام تجعل توصيل رسالة بطريقة فعالة إلى عامة الجمهور أمرا أكثر تكلفة قبل أربعين عاما كان أغلب الأمريكيين يقرؤون مجلة لايف ويشاهدون برامج تلفزيون الراقية على واحدة من ثلاث سباكات تلفزيونية أما اليوم يمكن للمستهلكين أن يشاهدوا أو أن ينتقلوا بين المحطات الزاب على أكثر من خمسين قنات ويمكنهم قراءة أكثر من عشرة آلاف مجلة إن التنبؤ بسقوط التصوير الجماعي سابق لأوانه نوعا ما في الاتحاد السوفيتي السابق حيث كان المواطنون يحرمون من السلع الجيدة لفترة سبعين عاما خلقت تحول من اقتصاديات السوق المخططة الموجهة إلى اقتصاديات السوق الحر فرصة ذهبية للأسواق الجماعية لقد اندفعت شركات مثل ماكدونالدز ونايك وبروكتر اند جامبل بمنججاتها الجماعية وبدأت تجذب المستهلكين كثيرين شغفين لشراء علامتها المعروفة جدا بالإضافة إلى ذلك نجد شكلا معينا من التسويق الجماعي يدعى البيع الجماعي يظهر نمو متفجرا حول العالم ان الشركات البيع الجماعي مثل ايفون مثل افون وامواي ومارك كاي وتيبروي بدأت تنافس تجارة التجزئة في محلات تجارية مستعملة جيشا من الموزعين الموظفين ذاتيا الذين يبيعون سلع شركاتهم مثل أدوات التجميل وحلي الملابس إلى آخرهم من الباب إلى الباب ومن المكتب إلى المكتب أو عن طريق مجموعات من منازلهم يشتري الموزعون عادة عمال منزليون يتطلعون إلى كسب المزيد من المال حقيبة صغيرة تحتوي عينة منتجات ويتلقون تدريبا يسيرا في البيع انهم يتقادون عمول مقابل ما يبيعونه وعمول أخرى عن أي موزعين يجندونهم شخصيا تكافئ شركة ماري كاي في نهاية العام أعلى موزعيها أداء بسيارات كاديلاك ذات اللون القرنفلي وهدايا أخرى متنوعة خلال مؤتمر سنوي مشحون بالعاطفة وباهد التكلفة إن البيع الإجمالي ينمو سريعا في الكثير من أنحاء العالم مثل أندونيسيا والهند والصين كفرصة وإعادة الملايين للناس ليكسبوا أموالا أكثر بل ويصبحوا أثرياء غير أن البيع الجماعي الإجمالي وسيع استعماله بوصفة بعض الشركات التي تبالغ في تقدير العائدات المحتملة وتنتج بعض المنتجات رديئة للنوع لن يشتريها أحد من الموردين تسمى مثل هذه استلاع مشروعات البيع الهارمية ويجب أن يميز بينها وبين الشركات التي تنتج السلع الجيدة والمعروفة والصادقة التي تبلغ بالجملة وتمارس ما يسمى التصويق الشبكي أو التصويق ذو المستويات المتعددة التصويق نحو هدف معين Target Marketing في مقالة مشهورة التفاضل في المنتج وتجزئة السوق كاستراتيجيات تصويقية بعديلة والتي نشرت عام 1956 قارن ويندل سميت بين المصنع الذي يقدم تنوعا في المنتج بالمصنع الذي يسمم منتجات لأجزاء معينة من السوق تجزئة السوق تقول فكرة تجزئة السوق Market Segmentation أو تقسيمه إلى أي سوق يتكون من مجموعات أجزاء Segment من العملاء لهم رغبات واحتياجات مختلفة مثال ذلك نجد أن الذين يشترون معجون الأسنان يختلفون فيما إذا كانوا يسعون وراء الوقاية ضد التسوس أم نفس منعش أم أسنان بيضاء وليس غريبا أن العلامات التجارية المختلفة لمعجون الأسنان بدأت تروج لإحدى تلك الفوائد أو أكثر آملة أن تكون اختيار الجزء من السوق المستعدد في مجال معجون الأسنان قبل ثمانين عاما خلت تفوقت شركة جينيرال موترز على شركة فورد للسيارات لتصبح أكبر شركة صانعة للسيارات في الولايات المتحدة الأمريكية كنتيجة لقدرتها على فهم الأهمية الأساسية لتجزئة السوق وبينما كان الرجل الطيب العجوز هنري فورد يمنح العميل أي لون للسيارة على ما أنه أسود تبنت جينيرال موترز استراتيجية تصميم وعرض السيارة لكل الأغراض والقدرة المالية والشخصيات تضحرج ناصيب فورد من السوق بين عامي 1920 و1923 من 55% إلى 12% ولكي تقرر الشركة ما أن تطبق التصويق الهدف تستطيع الشركة أن تقسم السوق إلى أجزاء صغيرة وأصغر حجما ويمكننا في الواقع أن نميز بين ثلاثة مستويات لإعادة تركيبة السوق مستوى التزيئة وفق العلامات التجارية مستوى المكان أو البيئة الملائمة ومستوى خلية السوق أقسام أجزاء السوق يمكن أن تقسم الكثير من الأسواق إلى عدد من الأقسام أو الأجزاء العريضة تعني بتزيئة المنفعة تجميع الناس الذين لهم منفع واحدة مثال هناك متسويقون يسعون إلى السعر المنخفض وأخرون يسعون إلى جودة المنتج العالية ثم أخرون يسعون إلى جودة الخدمة وتعني التزيئة الكافية تجميع الناس ذوي تكوين السكان المشترك المواطنون كبار السن الأترياء الأقلية من صغار السن ذوي الدخل المحدود وهكذا وتعني التزيئة حسب المناسبة تجميع الناس حسب المناسبات التي يستعملون فيها المنتج مثال ذلك ركاب خطوط الطيران الذين يسافرون في مهمة عمل أو سياحة والإسباب الطارئة وتعني تزيئة التقسيم حسب مستوى استعمال المنتج تجميع الناس حسب استعمالهم أو عدم استعمالهم للمنتج هل بطريقة كبيرة متوسطة أم خفيفة أما التقسيم حسب أسلوب الحياة Lifestyle Segmentation فيعني تجميع الناس وفق أسلوبهم في الحياة مثال ساكني المدن لابس الفراء وراكبي السيارات العائلية Station Vagen أو الرجال البدينين من حملة البناطق وراكبي سيارات بيكاب ويمكن أن يقسم السوق إلى أجزاء بطرق عديدة إن المسوق يأمل في أن يتعرف على عدد كبير من الاحتياجات التي لم تتم تلبيتها والتي يمكن أن تكون له بمتابة فرصة رابحة في السوق أمام المسوق القياران لتحديد عدد من أجزاء السوق أولا يمكنه التركيز على جزء واحد من السوق التسويق لجزء واحد أو يركز على جزءين أو أكثر لكل منهما عروض مناسبة ومختلفة التسويق لأجزاء متعددة إن للتسويق لجزء واحد ثلاث مزايا تستطيع الشركة بكل سهولة تحديد المتسويقين في الجزء فردا وتقابلهم وتعقيد مجموعات تركيز فوكس جروبس وتصمم عروضا مركزة وجدابة ستواجه الشركة منافسين قلة في جزء من السوق محدد بطريقة جيدة ويمكن أن تعرف من هم بطريقة أفضل ستحدى الشركة بفرصة جيدة لتصبح مورد الاختيار لجزء المعني من السوق وبالتالي تكسب النصيب والهامش الأكبر من السوق من ناحية أخرى يخاطر المسوق لجزء واحد من السوق بأن يصبح ذلك الجزء قليل العدد العملاء مع تغير رغبات العملاء أو أن يجذب كثير من المنافسين وبالتالي تنخفض أرباح كل المنافسين ولقد قادت تلك المخاطر العديد من الشركات إلى تفضيل التصويق متعدد الأجزاء أو الشرائح وضعين في الحسبان أنه إذا تدنت الأرباح المرتقبة من جزء من السوق يمكن تعوير ذلك من الأجزاء الأخرى إضافة إلى ذلك يسمح التصويق لأجزاء متعددة للشركة لتجني ثمار اقتصاديات الحجم ومداها وبالتالي تمنح الشركة ميزة في التكلفة في جزء من السوق تنافس فيه شرائح العملاء المتفردة تصف كلمة نيش بصورة عملية المجموعات الصغيرة من العملاء الذين لهم احتياجات ضيقة للتحديد أو مجموعة من الاحتياجات المتفردة لذلك يمكن أن يقسم سوق السيارات مثلا إلى شرائح مشترين عدة لها رغبات متفردة شريحة تريد سيارات سباق قوية وغالية ثمن مثل الفراري أو اللومبرغيني وشريحة أخرى تريد سيارات قوية ولكنها لا تشبه سيارات سباق وليست غالية ثمن مثل سيارات البورش ثم هناك شريحة تريد سيارات تقليدية أكثر ويشبه أداء سيارات سباق مثل بي ام دابليو والشريحة رابعة تريد سيارات أقل ثمانا وشبيهة بسيارات السباق ولكنها لا تشبهها في الأداء مثل سيارات فورد ميشتينغز وهناك بعض المزايا للتركيز على خدمة العملاء ذوي الرغبات المتفردة بما فيها فرصة معرفة كل عمل بطريقة شخصية ومواجهة منافسين أقل سفر واحد أو قل اثنين وكسب هامش آلي طالما أن العملاء مستعدون أن يدفعوا أكثر لأن الشركة تكون راغبة في تلبية احتياجاتهم المتفردة بالطبع تواجه الشركة التي تخدم مثل هؤلاء العملاء ذوي الرغبات المتفردة نفس المخاطر التي يواجهها المسوق لجزء واحد من السوق في حالة تدني الرغبة المتفردة للعملاء على الشركة وفي هذه الحالة أن تحذر أن تتحول الرغبة المتفردة للعملاء إلى حفرة بالوع إذن إذا أقلق ذلك الشركة يجب عليها أن تبحث عن عدة شرائح من هؤلاء العملاء بدلا من اتباع استراتيجية مبنية على رغبات شريحة واحدة نجد شرائح العملاء المتفردين نيش هي القاعدة في العديد من الأسواق الحالية يقول بلاتبرغ والدايتن بلاتبرغ والدايتن إن شرائح العملاء المتفردة التي يكون حجمها صغير جدا للحد الذي لا تحقق خدمته ربحا اليوم قد تكون مربحة مع تقدم كفاية السوق على الشركات أن تختار شرائح العملاء ذوي الرغبات المتفردة وإلا أضرتها الشركات التي تفعل ذلك وهناك ذلك قوي على وجود شرائح عملاء متفردين داخل شرائح عملاء متفردين آخرين يوثق هيرمان سايمون في كتابه الأبطال المخفيون هايدين شامبينز أهدادا من الشركات الألمانية التي تدعو إلى الدهشة والتي قل ما تكون معروفة للجمهور لكنها تملك نصيبا من السوق العالمية يفوق 50% من تعاملهم مع شرائح العملاء المتفردين وأربائهم العالية نورد في ميالي بعض الأمثلة تحيق شركة تيترا 80% من الأسواق العالمية لأسماك المناطق الاستوائية لشركة هونر 85% من السوق العالمي من الآلة الموسيقية هارمونيكا لشركة بيشر 50% من أسواق المدلات العالمية الواسعة جدا شركة النظارات ستينر ستينر أوبتيكل 80% من سوق النظارات الميدانية العسكرية على نطاق العالم يوجد مثل هؤلاء الأبطال المخفيون في الأسواق المستقرة وغالبا ما تملكها عائلات أو تكون مترابطة ولها عمل طويل في السوق يمكن تفسير نجاحهم على النحو التالي إنها تكرس جهدها بقوة إلى عملائها وتقوم بأداء راقي وتقدم خدمات تستجيب لعملائها وتوصلها في مواعيدها ناهيك عن الأسعار المنخفضة تكون إدارتها العليا على اتصال مباشر ومنتظم مع كبار عملائها إنها تؤكد على سينارية الابتكارات الموجهة نحو تحقيق قيمة للعميل يجمع الأبطال المخفيون بين التركيز العالي على المنتج وبين التوزيع الجغرافي ويحققون السمع الرائدة في شريحة العملاء المتفردين المستهدفة خلايا السوق ماركت سيلز ربما ترغب الشركة في تحديد مجموعات أصغر من العملاء الذين يشتركون في خصائص توفر فرصة في السوق يمكن أن نطلق على هذه المجموعات اسم خلايا السوق تبني الكثير من الشركات اليوم قاهدة بيانات للعملاء تحتوي على معلومات خاصة بالدراسة السكانية ومشترياتهم في الماضي وما يفضلونه وغيرها من الخصائص لدى الشركة فيديرال إكسبرس وشركات بطاقات الاقتمال الأخرى أطنان من المعلومات عن سمات العملاء مثل ما تفعل الشركات البيع عبر البريد عن طريق الكاتالوجات وشركات الهاتف وشركات الخدمات العامة والبنوك وشركات التأميل لذلك الشركات مخاز من المعلومات في انتظار تحليلها تقدم شركات مثل ABM وأندرسون الاستشارات وEDS خدمة تسمى البحث عن مناجم المعلومات Data Mining تستعمل فيها وسائل تحليلية وإحصائية قوية للغاية من أجل التنقيب عن مؤشرات عامة ونتائج متيرة عن العملاء فيما يلي أحد الأمثلة وجهت إحدى الشركات التي تبيع الملابس بواسطة الكاتالوجات لما يزيد عن مليوني عميل الدعوة إلى شركة ABM إلى التنقيب عن بياناتها وتساعدها في اكتشاف تجمعات العملاء وبدلا من أن تأتي بخمسة أجزاء سيجمينت المعروفة أو الخمسين شريحة متفردة حدد باحث ABM خمسة آلاف خلية في السوق وقد وجدت ABM على سبيل المثال 850 من عملاء شركة الكاتالوج قد اشتروا قميصا أزرق اللون ورابط عمق وسبب أن يكون ذلك مطيرا للاهتمام وأن أولئك المشترين ربما كانوا أكثر رغبة في شراء قل مثلا بدلا بلون أزرق لكن بدلا من العميل العادي الذي يشتري من شركة الكاتالوج وقد يكون كافيا لشركة الكاتالوج أن ترسل خطابا فقط إلى أولئك 850 عميلا تعرضوا عليهم سعر خاصة جدا مقابل البدل السرقاء إذا كانت شركة محقة تصل استجابة خلية السوق هذه إلى درجة قد تصل إلى 10% التصويق على مستوى العميل قبل الثورة الصناعية كان الحرفيون يصنعون القطع الفنية حسب الطلب الفردي للعملاء كان الخياطون يحكون الملابس حسب طلب الزابون كوستم طايلورين والإسكافي يصنع أحدية خاصة بكل عاملين على حدة ومع تقدم الثورة الصناعية بدأ المصنعون في الإنتاج الجماعي وبدأوا يستعملون العلامات التجارية والإعلانات لجذب العملاء لشراء منتجاتهم وفضل إنتاج اقتصاديات الوحدة الكبير إنتاج السلع بطريقة نمطية عامة نتاج عن ذلك تخفيض الأسعار وتقبل العملاء المنتجات النمطية لينعموا بتوفير التكلفة وعلى أثر الكمبيوتر وتصويق قاعدة البيانات والمصانع المارنة تذنت تكلفة الاتصالات والمنتجات المعروضة وفق طلبات العميل ولكن ليس لنفس مستوى المنتجات المصنوعة وفق متطلبات العميل وإنما ليس على سعران كثيرة إننا نشهد ظهور منتجات وفق طلبات العميل مرة أخرى ليس في شكل تسويقي يسيطر على السوق بكل كشكل بل كشكل ينمو عن نمو وأمل متصاعدين نستطيع اليوم أن نطلب دراجة تصنعه خصيصا حسب الطلب وكذلك بنتال جينز وهكذا يجب أن يكون هناك تمييز بين التسويق حسب متطلبات العميل Customized Marketing وبين التسويق الجماعي حسب متطلبات العميل Mass Customized Marketing يحدث التسويق وفق متطلبات العميل عندما يعد البائعون منتجا جديدا للمشتري ابتداء من أول مرحلة لتصنيع المنتج مثل خياطة الملابس وفق مقاسات العميل أو عملية إنشاء مرجر من المعدن أما الإنتاج الجماعي وفق متطلبات العميل فيحدث عندما تصنع الشركة أجزاء أساسية يمكن تجميعها بطرق مختلفة لتستناسب كل عميل وفق طلبه يمكن لشركة ديل أن توصل إلى كل عميل جهات حسب آلة بمواصفات شخصية ومحملة ببرامج ومكونات وفق المواصفات التي يطلبها وتستطيع شركة BMW أن تنتج سيارات جميعي وفق طلب العملاء حيث أن معظم مكونات السيارة جاهزة مع هذه الخيارات التي يطلبها مختلف العملاء ويحدث الإنتاج الجماعي وفق طلبات العملاء عندما يقوم معهد خدمات بعمل تعديلات في منتجاتها المعروضة لتوافق متطلبات العميل وهكذا تحتفظ سلسلة فنادق ريز كارلتون بقاعدة بيانات تحتوي على معلومات عن رغبات كل عميل من حيث مساحة الغرفة والوسادات الإضافية التي يريدها وهكذا مثال آخر لاستعمال الإنتاج الجماعي وفق متطلبات العملاء هو عندما يرسل أحد البنوك بطاقات تهنئة بالعيد أو معروضات بشكل فردي لكل عميل باسمه